بل العراقيون جميعا بمجيء الصيف تفاجأوا بانقطاع الكهرباء وانعدامها في كثير من المناطق مما يؤشر إلى أزمة خدمات حقيقية تهدد حتى الناس الذين يعيشون في العراق كان الله في عونهم اليوم آخر الأخبار للأنواع الجوية البصرة ثاني أكثر مدينة في العالم حرارة سجلت الآن حرارتها وصلت إلى خمسين درجة مئوي يعني مئة وعشرين تقريبا بالفرح هناك وإحنا في شهر السادس كذلك هاي المنطقة الجنوبية تعاني ومن أزمة الكهرباء التي هي من أبسط حقوق الناس تحصل على خدمات توفر لهم حقوقهم في الكهرباء والطاقة ولكن للأسف هؤلاء المسؤولين الذين لا يخافون الله في شعوبهم نعم الآن 17 سنة أو 18 سنة مأساة الكهرباء لم تنتهي ومليارات صرفت مما يفهم أن القضية بعيدة عن مسألة خدمات وإنما هناك إرادة سياسية عوجاء عرجاء نعم لم تقرر إلى الآن لرفاهية هذه الناس وإحقاق الحقوق وإعطاهم مستحقاتهم ويوفر لهم الطاقة كحق من حقوقهم المكتسبة ولذلك أقول مستغربا حقيقة كيف واحد يصل إلى هكذا مستوى من عدم الإنصاف وأنه تدنو نفسه على أموال الشعب ويستغلوها لأغراضهم ومصالحهم الضيقة هذا وزير الكهرباء السابق موجود على مقابلة مع أحد الفضائيات يقول أحد المسؤولين عنده مولده مولده كهربائية فيأمر بقطع الكهرباء الوطنية حتى يبيع من المولده مالته ويرفض تحسين الكهرباء الوطنية لأنه عنده مصالح أنه يبيع طاقة هو يبيع طاقة وهو مسؤول لاحظ إذا أكو فعلا أكو هيتش نماذج هذه مأساة إذن العالم والناس إلى أين تشتكي إلى أين تذهب إذا كان المسؤول هو بهكذا فساد وبهكذا لؤم هذه مسؤولية جدا خطيرة على الناس أن يعو من ينتخبون ومن يمثلهم في هذه الأوقات العصيبة لاحظون حضراتكم الدول المترقية التي تحمل رقابة حقيقية على المسؤولين رقابة على أموالهم ومصاريفهم أما أنك أنت تخلي الحاكم كأنه يحكم بأمر الله يحكم بما يشاء هكذا مسألة جدو خطيرة في سنة تسعة وتسعين كلينتون الرئيس الأمريكي السابق ذهب سفر إلى اليابان فاصطحب معه ابنته بالطائر الرئاسي فابنته دعت صديقة لها معه صديقته راحوا سفر إلى اليابان التحقت وي أبيها وهاي صديقته ويها بعد ما رجع الرئيس إلى بيتلابيال وصلت لها فاتورة قالوا هذه 13 ألف دولار مصاريف صديقة بنتك للقانون يسمح أنت وبنتك وعائلتك الخاصة تقدر تسافر وياك أما صديقتها ما لها حق تستفيد من الطائرة الرئاسية والبروتوكولات والسيارات والفنادق العساب الحكم والتافع الضرائب الأمريكي لا فدفع الرئيس الأمريكي نعم فاتورة صديقة ابنته التي اصطحبوها معهم لليابان لمدة أسبوع 13 ألف دولار وإذا هذا يحاسب الرأس لاحظوا طريق أولى الأقل من رتبة إذا راح يخاف يرتدع أكو رقابة الأجهزة هذه الرقابية تحفظ حقوق الناس يجب تشجيحها هذه الدول المترقية من حيث الإدارة ما وصلت بين يوم وليلة صحيح عانت ولكن بالتالي وضعت الأسس الصحيحة لمراقبة الحاكم ومحاصرة الفاسدين اليوم للأسف نشهد في العراق أعلى نسبة فساد من الدول هي العراق طيب سؤال يطرح نفسه بقوة الآن بين الناس يا عمي وين الخطأ في القيم في المعارف في الدين بحيث أثر حتى على عقيدة الناس في الالتزام الديني لأن هؤلاء باسم الدين نعم وإذا بهم وحوش تدنوا أنفسهم على مؤمال الحرام لذلك حقيقة نحن نستغرب هل يعون هؤلاء المتصدين لخدمات وغيرهم لأنه المسألة ما تمسك فقط إلك وإنما تمس حتى العقيدة أنتوا قاعد تذثرون على عقيدة الناس في دينها إن ختيجت هذا الفساد الموحش المرعب هناك ظاهرة حدثت أخيرا في العراق أيضا وهي قصة حرق الحقول والمزارع المزارع الحنطة والشعير وغيرها بدأت تحترق اكتشفوا الآن السبب في الحرائق أن يروحون يجون بعض المخربين أو خلايا داعش النائمة البائسة التعيسة الإرهابية يجيبون مكبرات ويخلوها عدسات مكبرة ويخلوها على الحقول التي قريب للحصات الشمس هذه مكبرة تكبرة شعة الشمس فتحرق عدسات مكبرة تحرق المحصول والمحاصيل واكتشفوها وموثقة لاحظوا الغل الأسود لاحظوا البشاعة لاحظوا الإجرام عند هذا الإنسان عندما يطغى حتى على نعم النبات حتى على أبسط حقوق الإنسان ولذلك على الحكومة العراقية أن تلتفت إلى خطورة هذا البلاء الأسود اللي اسمه داعش أو هاي النفسية المريضة البغيضة يجب أن يحصنوا أنفسهم ويجب أن يستفيدوا من تكنولوجيا في الرقابة ويراقبوا حتى مزارحهم هكذا ابتلي العراق بهكذا وحوش لا تخشى شيئا أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن جميع بلاد المسلمين نحن في أيام عيد أسأل الله عز وجل أن يدخل الفرحة والسرور على جميع ربوع العالم على كل المستضعفين على المظلومين في جميع بلاد الدنيا سواء كانوا هنا أو في غير مكان آخر من هذا العالم لأننا في الواقع أمناء الله على أرضه وحياته على هذا الكوكب البائس المسكين اللي يبتلى بالناس حقيقة نحن أمناء خلفاء الله يجب أن نحترم هذا الوجود أدعو الله عز وجل أن يمن بالأمن والأمان على ربوع العالم جميعا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن